هوي بريس نحو إعلام هادف لهذا القرار يجري تنسيق مكثف بين السلطات الترابية على صعيد الأقاليم والسلطات التعليمية لتعقب الأساتذة المضربين والذين يقدمون ساعات إضافية في المنازل كما حدث في فترة الحجر الصحي حيث تووج هذا التنسيق بتحديد لائحة تضم أسماء الأساتذة الذين يضربون في القطاع العام ويستقطبون تلامذتهم للساعات الإضافية إذ تراوحت سومة الساعة الواحدة في بعض المدن وخصوصا في المواد العلمية الأساسية في امتحانات البكالوريا ما بين 200 و300 درهم للحصة الواحدة وهو مبلغ قياسي غير مسبوق يعني أن تكاليف هذه الساعات يمكن أن تكلف الأسرة ما بين 1500 و2000 درهم للتلميذ الواحد علما أنه يتم تجميع التلاميذ في مجموعات قد تصل إلى 20 تلميذا في الحصة الواحدة ترجمة نانسي قنقر